السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل وقت لقياس مستوى السكر في الدم بداية أنصح بعض الصيام لمدة 8 ساعات إلى 12 الساعة فإذا تجاوزت النسبة عن 110 يكون مؤشرا على بداية الإصابة ويجب إعادة الفحص بعد شهر تقريبا ونرى النتيجة ونقارن بينهما ونستطيع التحديد وأيضا نستطيع بعد الوجبة بساعتين أو بعد تناول حصة من الجلوكوز التي تتجاوز 80 غرابا فإذا تجاوزت النسبة 140 في هذه الحالة تكون مؤشرا على وجود مشكلة في عودة السكر إلى حدوده الطبيعي فبالتالي أقدم لكم بعض النصائح أو بعض العلاجات لمرض السكري بداية أن نقوم بتنظيم أكل المريض والتقليل من كمية الحلويات والكربوهايدرات التي يتناولها الشخص والتركيز بشكل كبير على تناول الخضروات والفاكية وأيضا المحافظة على النشاط البدني والحركة وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد لحرق الدهون ومنع السمنة التي تساعد بشكل كبير جدا على الإصابة بهذا المرض وأيضا مراقبة مستوى السكر كل فترة وأخرى حتى نلاحظ أو نقوم بالتأكد من عدم ارتفاعه بشكل كبير جدا وأيضا تناول الأدوية التي تساعد على علاج هذا الأمر أتمنى لكم دوام الصحة والعافية